إذن حياكم الله حبتي المشاهدين مرة أخرى حتى نتحدث عن مشاريع أمانة بغداد وأيضاً للعاصمة بغداد ومن هي المناطق المشمولة دون الأخرى هذه المشاكل اللي نشوفها بالعاصمة بغداد رح يكون ويانا في الأستوديو المدير عام دائرة المشاريع في أمانة بغداد المهندس يقضان الوائل يحياكم الله سيد يقضان أريد أتحدث عن طريقة تقديم الخدمات اليوم أصبحت ربما غير واضحة عند المواطن مناطق تدخلها جهود الأمانة ومناطق أخرى لا يعني يمكن حتى ما تبلط من 30 سنة فشون تتعاملون أو تتعاطون مع تقديم الخدمات لمنطقة دون أخرى تفضل تحية أليست خمائر وكل مشاهدينكم الكرام حقيقة أمانة بغداد منذ العام الماضي بنت خطة جديدة لشمول كل مناطق العاصمة بغداد حقيقة سوينا مسح كامل لكل بلديات ومحلات بغداد تم أعداد خطة شاملة الخدمات تنقسم تعرفين حضرتك أكبون تحتية اللي هي المي والمجاري وأعمال الكهرباء والاتصالات ثم أعمال التبليط والتزيينات والكهرباء وما إلى ذلك حقيقة الخلل هو قديم جدا بس إحنا حسب توجيه دولة رئيس الوزراء يرفض عبارة أنه تركة الماضي خلل ببعض المؤسسات ببعض الأشخاص إحنا هذه العبارات بدينا أنه يعني نرفحها من خطة أمانة بغداد هو واجب وخدمة يجب أن تقدم للجميع حقيقة إحنا العام الماضي كدائرة المشاريع ضمن أحد تشكيلات أمانة بغداد تم إكسامه يقارب 10 مليون متر مربع في عموم حدود أمانة بغداد بالإضافة إلى شمن بخططنا السابقة والحالية عمليات تزيين تحويل الأراضي البيضة أفضل مما تعرض للتجاوز والعشوائيات تحويلها إلى مناطق حضراء يعني تم إنجاز برابط 24 متنزه في عموم بغداد كذلك لدينا أعمال حالية أدرجة أعمال ضخمة جدا نضمنها الجزء الثاني من متنزه الكاظمية كورنيش الكاظمية وهو متنزه عملاق جدا بالإضافة إلى متنزه جوادين التوجيهات خلال هذه السنة عام الإنجازات دولة رئيس وزراء عازم على إنجاز أكبر قدر ممكن من الخدمة لكل مناطق بغداد نحن حاليا أطلقنا حملة تأهيل 62 محلة لم ننسى أي محلة في بغداد أو بلدية الخدمات موزعة على كل المناطق نحن كدائرة مشاريع مسؤوليتنا هي أعمال الطرق وأعمال الأرصفة بالإضافة إلى أعمال الكهرباء والتزينات لا نستطيع أن نشرع بأعمال تأهيل المحلات لم تكن البنى التحتية متكاملة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر